الله أكبر جهزك أيسر جهزك أيسر من هو أيسر هذا المتج؟ هذا الكافر حبيبي أه أه بس عوف أيسر رجليك أيسر حسنا بس يتمكن يزوج عليك أشهد أنه لا لا أهل الله أشهد أنه لا لا أهل الله بس عوف أيسر أنت أخوك أيسر مطيطي من قوات الأمنية؟ شين اسعاف عدي؟ اسعاف يا الله احترش اسعاف يا ربي بش عرفك؟ دا تضحك على أخوها اللي استشهد من صدق؟ لا أنت صدق يعني هي تشي؟ تقول لها أخوك شهيد وهي دا تعيط وتك أضحك عليها؟ مسما مرعوبة من الصدق ودا تعيط لأنه بعدها بألم ووجع على أخوها اللي استشهد قبل بش كم شهر؟ ودت حضرتك جاه تصنف على عياتها؟ أي بشر أي إنسان يستحي وعنده شوية إحساسة بيتي موقف من يسمعها تقول جايتك أيسر من بداية المقلب من تسمعها قاعد تبكي على أخوها الشهيد رأساً يقطع كل شيء ويعتذر منها وينهي الحلقة وهاي الحلقة بالذات لازم ما تنعرض لأنه المرة كانت تصيح من كل عقلها وكانت من كل عقلها منهارة هيئة الإعلام والاتصالات بأي بلد محترم تحاسب كل اللي موجودين بيتي مهزلة وتتحكي بها عن الناس المكتولة وتسويهم نكتة على مدر المشاهدات رامز اللي ما مسوي سوايتك بالـ 2020 من التبثيل بمصر نقابة الفنانين صدرت بحق قرار منع أتى هاي المرة اشتري تحسسها مثلاً؟ هي أخوها مستشهد وعايشة هذا الشعور ألف مرة إذا ميومية عيشة وأنتو كهذا البرنامج اللي واقفين كلكم بيتي موقف ولا واحد بيكم استحى من نفسه شوية وراح وقف البرنامج لأنه هاي المرة قاعد تنهار من الصدق ودخلت بصدنا من وراكم يا برنامج يا مشاهدات كل مخت المشاهدات التفاع واللايكات اللي تخليكم تلعبون بالناس بها الطريقة هاي المرض صيح أيسر 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 هو قاعد يقول له أنت تطلعين بالراديو أنت تطلعين بالراديو نكتة أسخف من البرنامج بنص هذا الوضع الخلال اللي مخلي بيه لبنية يا بس عايش تنتظرت من جمهور الحشد الكوميدي قبل أن يطلق كوميديا صدق وأخيرا بق بق جديات أنا مع أي برنامج كوميدي وترفيهي مهما كان تافه وسخيف وما بيهدف ولا رسالة مو مشكلة مشاهدات عادية الناس تتفرج بس لا تاجرون بدماء الناس وآلام الناس بكل شيء وحطيته سالفة شهداء ودماء شهداء حتى اللي يريد يرفع عليكم دعوة تقول له بعض باوع ضد شهداء هذا ضد التضحيات إحنا ضحينا على موتكم ما تقبلون أن نصف عليكم شوية؟ ونسحلكم قدام العالم؟ شينها؟ اسحل اسحل اسحل